اجيو تعرفوا معي على المنتجات اللي ندمت على الشراء ديلها وخطيرة على صحة ديلكم وكتسبب لكم في بزاف دي المشاكل من بينها الاختناق وكذلك غادي انا نعرفكم على البدائل ديلها الامنة لما كتسبب لكم تشي حاجة وكتعتكم نتائج مبهرة في التنظيف لها في المطبخ ولا كذلك في الحمام ولا في الاواني ديلكم خليكم معي الاخر باش تكشفوها وتكشفو استعمالتها ويالله نبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام مرحبا بكم فتحيصة جديدة كانتمنى تكونوا بخير والاخير يا رب ستكونوا فيديو جديد وهذا الفيديو هنتقسم معكم المنتجات اللي ندمت عليها الصراحة وما كان نصحكم بشبهها وما بقيتش هنعود ناخدها وكذلك انا نعطيكم البدائل ديلها وغادي لنا نعطيكم المنتجات باش غادي نصحكم الامنة للستعمال كذلك وما كتسبب تشي حاجة خليكم معي للاخير وغا تشوفوا كذلك استعمالها وما تبشيو فين وكان شكركم بسبب سفح المتابعة ما تنسونيش بلايك والبارتاج وفرجة ممتعة غا نبدأوا على بركة الله كما تشوفوا معي غادي نبدأوا باول حاجة المنتجات اللي ما غاديش نعود نشريها وما بقيش زي ما ما كان نصحكمش بها وغا نعطيكم كذلك الخطيرة بزاف واللي غيشوية كتحتاج يعني لكم ما كذلك والتهوية وغادي نعطيكم اللي ما عمرني بقى ناخد غادي نبدأوا باول منتوج كما غادي تشوفوا معي دابا هادو قاعد منتوجات تقسمتهم معاكم ولكن انا ما كانش على بالي ان فيهم واحد للمنتوج خطير بزاف اللي هو هاد المنتوج هادا اللي غادي تشوفوا معي دابا اوني هادا هادا دي المعجول الازرق يعني هاد المعجول الازرق دابا اللي غادي نهدر لكم عليه وهو اخطر منتوج انا من هاركنس كنشري المنتوجات يعني تسبب لي في الاختيناق تسبب لي في دقتنفس هاد المنتوج هادا خطير علاش لاناني استعملتوا يعني بلاك ماما وكانوا شراش مسدودين ولكن وخاهاكك يعني ما بقاش انا غادي نصحكم بادي المنتوج هادا لاناني ما بقيتش غادي ناخدو نهائيا وللامانة بيت ندير هذا الفيديو هادا باش يعني ما نبقاش مقلل به لان هاد المنتوج هادا انا ما كان دليه لا اشهر لوله جربتوا الصراحة الفعالية دياله رائعة ولكن ريحتو الناس اللي عندهم الحساسية ما يستعملوش بالمرة والناس اللي ما عندهم حساسية ما يستعملوه رخصهم ضروري الشراجم وضروري الكماما ولكن انا ما الاحسن ما تستعملوش نهائيا لان كيل الباديل دياله هو خطير بزاف بالنسبة اللي ناس يعني شوية يعني اللي ناس كنستعملو مودة هادئ ولكن هو كنستعملو دائما بحتيات يعني دائما كنخد الحيطة والحادر كندير الكماما ديالي كنخلي التهوية ما كنقلش في المكان فيه اندرت اللي ناس حتى تدوزوا حتى عشرة دقائق سيطر المفعول دياله شوية كندخل مع الشراجم محلول باب محلول عاد باش كنغسله ولكن دائما الكماما بالنسبة لهذا السيف هادا جيد ولكن تهو الكماما والشراجم محلولين في المكان اللي كتنطفو هو غادي نبقى نشري هاد السيف هادا لنص يعني للضرورة فقط ولكن بالحيطة والحادر وهاد المنتوج هادا ديال دابينو تهو خطير للناس اللي عندهم الحساسية ممنوع عليكم يعني ما حملتوش أنا نهائيا تهو ما غاديش نعود نشريه هو خطير يعني الفعالية ديالته رائعة ولكن اللي ما عندوش تشي مشكله ما عندوش الحساسية يبقى يستعمل الكماما ويدير تهوية في اللوقيت اللي بغي يستعملوا وبالنسبة لهذا اللي كنت ديجا نصحتكم بإشحال هدي السراصر فاش بغو تستعملوه يديروا الكماما وما كان يكون مهوي ولكن توم ما تقلسوش داك المكان دياللحظة اللي درتو فيها يعني تكونوا هكا مسافرين ولا تكونوا خارجين من الدار عاد باش تديروه باش يعطيكم الفعال يا الناس اللي همتيعاني ومشكلها السراصر في الصيف هاد المنتوجات هادو بتلاسة هانا فرقتهم لكم بالنسبة هاد هاد السيف وهاد الناس ما غديش نتخلى عليهم ولكن نستعملهم للضرورة بالنسبة لهذا الجوج هاد المعجول الأزرق وهذا الدب بينه غادي نحيدهم ونضرب عليهم نهائيا لأنني أنا عندي حساسية والناس اللي عندهم حساسية ما كان نصحكمش ما تشريوش نهائيا ما كش عارفة شريتوا وستعملتوا عندهم فعالية ولكن فاش يعني يعطوني الهكا يعني تسببوا لي في مشاكي البغي سأنا نحضركم ما تقوش تشريوهم نهائيا غادي شريو لناس للضرورة صيف للضرورة للناس هكا اللي غادي ديروا الكمامة ويديروا التهوية من طبيعة الحال بالنسبة لهذا كذلك السراصر تهوى غير من الصيف للصيف والضرورة فقط و بتكونوا شي يعني في الدرم الأحسن غادي دابندوزوا البدائل الآمنة والرائعة أول حاجة غادي ندوزل واحد منظف وملمم متعدد الاستمالات غادي تصنعوه آمن وكنديرو سنين هادي وخادي الحساسية يعني ممكن تسبب لي فتشي حاجة شنو كديرو ما هو تتكون من الماء والخل وواحد اللي تديرو كاز دي الماء مثلا كاز دي الخل معلقة صغيرة صغيرة بزاف دي السائل دي الأواني وقاطرات من هاد الزوية العطرية كان لنقول كديروه ما كانش بلاش كتخلطوه عشنو كيدير لكم كينضف لكم اللي بغيتو المطبخ لالة الكهربائية الحمام كيلمع الجاج كيمسح الخشب كيمسح تلاجة يعني الآلة دي التصبين الآلة دي الأواني كل شي كيلمعوا لكم البطاجي الحوض دي الحمام الصغير الصنابر يعني آآ انا كنقول لكم هذا اراه رائع رائع ومنتوج خاطر متعدد الاستعمالات وكتصيبوه غي بديكم في البيت ديالكم آمين بلا تبقاو تشو 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 دي المطبخ ودي الحمام باش تلمعو وغدينوزو لهذا المنتوج هدا ابتداء من درهم راح بدائل هنا يعدنا ارخاص غادي نبدو بهذا كذلك هذا المنتوج الثاني اللي هو هاد الورق هدا ديجا دكليكم استعمال دي الخطر كيحي ديكم البقعة دي اللي ناس والبقعة دي المالقاطع يعني غي بدي درهم واحد كتخلصوا منهم وشريو آآ ناركن ديجا اتقاس فاكم النبال اللي تري وغي يكون رتب يعني يقول لي عطينا رتب لما تيخدش هذا الورق هدا يعطيكم رتب لما تيخدش را جيد هندوزو البدائي الاخرى وهو هاد انتي كالكير خاطر خاطر و جيد يعني تيخيد لكم الكاركير من الحمامات تتديرو في المنادل دي المطبخ يعني كتستعملوا هاد شي كاللي كنقول لكم استعملتو معكم انا آآ كتستعملوه يعني في اي حاجة بغيتو تنضفو بها يعني في الحمامات في المطبخ في آآ الالات يعني هكتستعم كديل تصبيل انا دي الاواني كيحيلكم الكالكر منها احكا نتمنى فعلا يفيدكم وكدلك غديندوزو لاشن هي البدائي الاخرى غدي تشوفوا معي الملحة الملحة باشرة دريال عندها بزاف دي الاستعمالات غدي تفيدكم في الخسناق دي الحوض غدي تفيدكم في الغسل دي الطاجين بلا ما تديرو مواد هكا باش تغسله مواد تنضيف وغدي تحيلكم الحراق من المقالي غدي ترجع لكم مقلة دي البغرير جديدة انا ما بقاتش كدلكم بغرير غدي تحيلكم الدهون من القرواع دي الزيتين عندها بزاف دي الاستعمالات وغيب على شدريال كدلك شبهة طبيعية وامنة اه كتحيلينا رتيلة كتجريلينا على الحجرات كندقوها كنخلطوها مع الماء كنديروها فبخاخ كرشو وكتمشي يعني ما كترجعش لنا رتيلة واحد مودة دي حال شهور تلت شهور يعني ما تبقواش تشوفو حتى الاربعة ما تبقواش تشوفو نهائيا رتيلة غدي اندوزو كدلك الورق الغار كنديرو هنا وزعوف الدار كيجرينا على السراصير وكيجرينا على بزاف دي الحجرات وغ واندوزو كدلك على هاد المكونات اللي كنستعمل سنين هادي ما عندهم حتى شي تأثير وهي الخلق وبيكاربونات سوديوم عندهم بزاف دي استعمالات تتحيدو بهم الرويح من الاواني من الترموس كتنطفو بهم الحمامات المطبخ للحوض الغاسي يعني اللي بغيتو كدلك الخلق كما كتعرفو ره معاقم ورائع وبالنسبة لهاد الحلفة والجيكسر طبتين ضف بلاتيد بلا سابون كتاخدوه كتحكو بيه النقاصة ديالدو كتحكو بيه البوانيات ديالباب كتحك تحكو بيه المطبخ من الدهون بلا ما تستعملو حتى شي ببرودوي كتحكو بيه الحمام اعلناش في يعني كعتكم نتيجة مبهرة وكذلك ممكن تستعمل واحد الخلطة ديال الصبو البلدي والخميرة الحمراء وتحكو بيه كذلك البوطة ديالينوكس كعتكم نتيجة اللي هي مبهرة وكذلك هاد البديل الخطر اللي سانا كنستعمل يعني وهو مسحوق ديال الالة الغاسل الاواني خطر بغيتو تشريوها كغبرة بغيتو تشريو غير هاد المكعبت هادو كتضيفو عليه غير باكية واحدة من بكاربون السوديوم وكاسبقها في نتيحي لكم الاسفرر ديال الحمام كي حيد لكم يعني كل شي ما ستبقوا تشوفو دوك الخطوط الصفراء ما كاسبقاش لني الحمام ديالكو في رائحة وممكن هاد المكعبت كدلك ديال الغسلة ديال اواني را كيتشرا وخمس كونش عند كلا للغسالة ممكن تشريهم كي نضفوا بزاف ديال اشياء الحمام الها هاك المنادل ديال مطبخ بيسي تتغدرهم في في الحوض في اي حاجة يعني را هم عندهم فعالية اكثر وبنسبة التعويض ديال المنظفات الناس اللي عندهم حسين منعن منظفات ممكن تستعملوا هادا منظف الملابيس خطير وعندو بزاف ديال استعمالات وللمزيد من الحيال والافكار المنزلية معلكم الا بالانضمام للقناة وكذلك نخليكم بعض روابط في صندوق الوصف هنا كي كل فيديو ديال نساء لكن تسمنا الحصة تكون خيفة ضريفة على قلبكم وتكونوا استفتوا ولو بالقليل ما تنسونيش بلايك سبارتاجيو فيديو مع الاهل والحباب ديالكم بشفى الى تعمل ونتظروا الجديد ديالي والى حصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة